ارتفع صافي أرباح مجموعة البنك العربي للعام الماضي إلى 544 مليون و 300 ألف دولار أمريكي مقارنة مع 314 مليون و 500 ألف دولار في العام 2021 بحسب ما أعلنت المجموعة وبينت المجموعة في بيان صحفي أنه باستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 5% لتصل إلى 35 مليار و 400 مليون دولار كما ارتفعت وداء العملاء إلى 47 مليار و 700 مليون دولار وبنسبة 5% مقارنة بالعام 2021 وبناء على النتائج المالية أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% رئيس مجلس إدارة البنك العربي أسبوع المصري قال إن النتائج الإيجابية تعكس متانة ومرونة استراتيجية مجموعة البنك العربي المبنية على التنوع في أعمالها وأكد على قدرة المجموعة على مواجهة التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي في ضوء ارتفاع مؤشرات التضخم عند مستويات لم تصل إليها منذ عقود مع استمرار البنوك المركزية العالمية برفع أسعار الفوائد لكبح التضخم والمحافظة على سياسة نقدية مستقرة